اكبر جريمة منظمة لسرقة النفط الخام تقدر بمائة مليون لتر شهريا يقودها متنفذون باشراف مباشر من قبل مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني ومدير شرطة نفط الجنوب العميد مصطفى عبدالهادي قبل ان تدعي الحكومة توقيفهما في مسرحية مفضوحة من اجل اسكات الرأي العام وتميع القضية ليستمر مسلسل تهريب النفط في مدينة الذهب الاسود اعلان الحكومة القاء القضي على الحسيني وعبدالهادي اعاد عمليات تهريب النفط الى الواجهة تلك العمليات التي تشرف عليها ايران عبر وكلائها من الميليشيات بالتزامن مع ترد الوضع الاقتصادي الايراني من جراء العقوبات المفروضة عليها بتواطئ مباشر من قبل متعاونين ضمن الوزارات الامنية ووزارة النفط يعني الايراني شريك وياي بالمياه الايرانية يعوف المياه الايرانية ويجي يمارس التهريب بالمياه العراقية جد مباحة العراقية حملات اتهام وتسقيط جاهزة تشنها جيوش الميليشيات الالكترونية لمن يوقف عمليات تهريب النفط كما حصل مع قائد قوات حرس الحدود في محافظة البصرة اللواء حكيم الحساني حينما أقاله وزير الداخلية إبان حكومة العبادي محمد الغبان إثر إحباطه لعمليات تهريب كبيرة وما بين إلقاء القفض على القيادات المسؤولة عن ملف الطاقة وإيقالتهم تستمر أذرع الفساد في امتصاص أموال عائدات النفط لتكون حكرا على السرقات التي تجري تحت ستار القانون بعد أن تضحي الحكومة بالشبكات الصغيرة وتحافظ على الحيتان الكبيرة عمليات سرقة لم يشهدها العالم أجمع بعد أن بلغت عائدات النفط أكثر من ألف مليار دولار خلال العقدين الماضيين ذهب الجزء الأكبر منها إلى جيوب الفاسدين بعد أن جرى توظيفها في تنامي سطوتهم لإحكام السيطرة على العراق وشعبه الذي طالما كان يردد هتافه الشهير نفط الشعب للشعب مل الحرامية موسيقى 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 شكرا